اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر في سؤال الناس كتير بتسألوا مرضى اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم وبياخدوا ادوية ساعات كتير بسمعوا يقول لك يا دكتور هل الادوية دي بتعمل ضعف جنسي؟ هل هي بتقلل الرغبة الجنسية؟ ولا لا؟ تعالوا النارد شوية عن الموضوع ده بس ما تنساش تعملي لايك للفيديو في البداية في ثلاث نقط مهمين جدا لازم تعرفهم وتحطهم حلقة افودنا اولا ان مرض الضغط نفسه لو انت ما عليكتوش وسبته فهو مع مرور الوقت بيأثر على الاوعية الدموية وهو نفسه ممكن يعمل ضعف جنسي فعلاج الضغط حاجة مهمة جدا جدا رقم اتنين ان الحالة النفسية للمريض مهمة جدا جدا ساعات المريض لما يكتشف انه اصبح مريض ضغط وهياخد علاج طول عمره حالته النفسية بتبقى مش كويسة وده بيأثر سلبا على القدرة الجنسية بتاعته وممكن يعمله ضعف جنسي رقم ثلاثة ان مرض ارتفاع الضغط ممكن يبقى بدون اي اعراض يعني ممكن يبقى عيان ماشي فترة كبيرة جدا وضغطه مرتفع ومش حاسس باي اعراض تماما فانت لما تكتشفه وتنبهه للموضوع ده وتعرفه ان انت اصبحت مريض ضغط ولازم تاخد علاج وتدي له العلاج بتاعه فبعض الادوية طبيعي ان فيها اعراض جانبية ممكن يحصل معاه اعراض جانبية فيبدأ يشتكي يرجع يقولك يا دكتور ده انا كنت ماشي من غير اي اعراض اصلا لما جيت خدت العلاج بتاعك ابتديت احس مثلا بصدع ابتديت احس بدوخة بطني بدأت توجعني ده انا كنت كويس انت كتبتل علاج يتعبني ففي الوقت ده لازم تعرف ان احنا بنديلك ادوية عشان نحميك من مرض اسمه القاتل الصامت لانه ممكن يبقى مرتفع مع ناس كتير جدا بدون اي انذار بدون اي اعراض اما نقطة الاثار الجانبية انت تناقشها مع الدكتور بتاعك والدكتور بتاعك يحاول يقلل لك الجرعة اذا امكن وممكن يغير لك النوع كله اذا كانت الاعراض الجانبية دي انت مش قادر تتحملها لكن علاج الضغط دي حاجة مهمة جدا لو ضغطك مرتفع نيجي بقى للسؤال المحدد هي ادوية الضغط بتعمل ضعف جنسي ولا ما بتعملش الحقيقة ان في بعض الادوية من اثارها الجانبية انها ممكن تعمل فعلا ضعف جنسي بعض الادوية ممكن تعمل ضعف في الانتصاب ممكن تقلل الرغبة الجنسية وحاجات تانية زي كده خصوصا ادوية زي مثلا مثلا مثيل دوبا اللي هو القلدومت وده اصلا مش بيتكتب لمرضى الضغط العاديين في الغالب بيستخدموه الحوامل الستات اللي عندها ضغط اثناء الحمل وزي مثلا الديوريتكس او مدرات البول خصوصا من النوع اللي هو الكلورثاليدون او الاسبيرونولاكتون اما الهايدروكلورثيزايد فتأثيره اقل في النقطة دي كمان البيتا بلوكرز خصوصا الننسيلكتف منها المجموعة اللي هي الننسيلكتف زي الانديرول مثلا لقوا ان من اثارها الجانبية ممكن يحصل ضعف جنسي اما السيلكتف منها زي الكونكور والميتوبرولولا والحاجات دي لقوا انها ممكن تعمل ضعف جنسي بس بنسبة اقل مجموعة زي الكالسيامتشانل بلوكرز زي الالكابريس مثلا والحاجات دي لقوا ان هي تأثيرها ضئيل جدا يعتبر ملهاش تأثير على القدرة الجنسية يعني ما بتأثرش مجموعتين تانيين اللي هما الاس والاربس لقوا ان هما مش بيأثروا سلبا على القدرة الجنسية بالعكس ممكن يحسنوا القدرة الجنسية زي الكابتوبريل والفالزرتان واللوزرتان والحاجات دي وهنا هيجي السؤال المتوقع ليه يا دكتور تكتب لي علاج للضغط ممكن يعمل ضعف جنسي هو انا زعلتك في حاجة مثلا والاجابة انه خلي بالك كل الادوية لها اثار جانبية مفيش دوة تقريبا بدون اثار جانبية انا لو كتبتلك نوع زي الاس اللي ممكن يحسنوا القدرة الجنسية ممكن يعمل حاجة اسمها دراي كاف او كحة نشفة ما تنايمكش طول الليل ترجع تقول لي ليه يا دكتور كتبتلي علاج بيعمل كحة نشفة بعض الادوية ممكن تعمل تحسس تخلي جسمك يهرش ويورم وحاجات زي كده ترجع تقول لي ليه يا دكتور كتبتلي علاج بيعمل حساسية بعض الادوية ممكن تأثر على وظيف الكلا فترجع تقول يا دكتور ليه كتبتلي ادوية بتأثر على وظيف الكلا الفكرة مش كده خالص الفكرة ان احنا بنكتب الادوية على حسب حالة المريض وعلى حسب حاجات تانية كتير الاطباء هم اللي عارفينها فبنختار العلاج المناسب على حسب حالتك حتة الاثار الجانبية دي المفروض انت لو حسيت بحاجة مش طبيعية ترجع للدكتور بتاعك وتناقشه وتقول له يا دكتور انا لما ابتديت اخد العلاج بتاعك ابتديت احس بكذا وكذا وكذا الدكتور ساعتها هيتعامل مع النقطة دي وممكن يغير لك النوع ده مفيش فيه مشكلة ويختار لك نوع مناسب ليك كمان المجموعة اللي هي البيتا بلوكرز اللي احنا بنقول عليها ممكن تأثر سلبا على القدرة الجنسية مش بتتكتب كخط اول لعلاج الضغط حاليا لكنها مجموعة مهمة جدا جدا لاسباب تانية والمشاكل تانية زي الناس اللي عندها مشاكل في القلب او كسور في القلب مثلا تقريبا كلهم بياخدوا بيتا بلوكرز وزي ما قلت لك ان دي اسمها اثار جانبية يعني مش هتحصل مع كل المرضى نسبة بسيطة من المرضى ممكن تحصل لهم كده وزي ما قلت لك كل الادوية لها اثار جانبية لو انت دكتور وعايز تعرف اختياراتك في علاج الضغط ففي فيديو انا عامله كويس جدا لادوية الضغط هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو والمصدر بتاع الموضوع كله هسيبه لك في الوصف برضو اسفل الفيديو وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة بقى واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر